مرحبا معكو الدكتور رائد معلم رئيس فرع العلوم الطبيعيه والبيئيه في كلية قرانيه واستاذ في مدرسه إضابي زبولون انا حبيت اتحدث معاكو طلاب صف الاول لانو في اشي كتير مشترك بينو بينكم الدكتور العالم والطالب بصف الاول احنا في اشي مشترك بناتنا منحب نسأل منحب نستكشف منحب نفتش على اشوبي واليوم بده اتحدث معاكو عن اشي مهم جدا جدا في جسمنا اللي اسمه الحواس واهميته الحواس عشان اقدر اتواصل مع البيئه في البداي نعطيكو مهم صغيري هالي شوي ممكن استشير الماما او البابا الا عشان تشغلني شوي وتعرفني شوي على حالي وبعد هذا بدنا نحكي عن الحواس اللي عناه واهميتهن اهميتهن لدماغي فتعالوا نبدا بالسؤال هلووي حزيري صغيري يعني اذا انا السباجي بطلع على جسمي وبسألكو في جسمكو يطلع اي حواس عنكو واللي منكو بكتبه على ورقه وبسجلهن لانه راح امر معاكو عليهن بكون كتير كتير شاطره وشاطره معانا اربع دقائق يعني بها الاربع دقائق حاولوا تفكروا وتطلعوا جسمكو وتسألوا كيف انتو بتحسوا البيئة باني حواس تفضلوا معاكو اربع دقائق اشتركوا في القناة 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 سمعتوا جربتوا بس ساعتا نكتشف الاشي مع بعض احنا عنا حواس مش بس احنا كل الحيوانات عندنا حواس عشان نتواصل مع اللي حوالينا اللي حوالينا هي البيئة عشانك ما نقول عنا حواس عشان نقدر نتواصل مع البيئة وانا بدي اتعرف معاكو على اعضاء الحواس اللي شايفيني بالصورة هلو اني العين والانف والاذن واللسان والجلد كل هذول الاعضاء الحواس بواسطة انا بعرف شو في بالبيئة عشان جسمي يعرف يتجاوب عشان جسمي يعرف يتفاعل مع البيئة اذا انا ما فيش عندي عينين يعني بشوفش يعني صعب كتير صعب واندي امشي عشانك الحواس هي وسيلة ومش بس هيك هي نافذة تطلعوا النوافذ هذول كلياتين زي شبابيك وبواب نجمع من البواب هذول من الشبابيك معلومات شو فيه بالعالم اللي احنا عايشين فيه بدون مجمعه المعلومات ما بعرفش من العالم اللي انا عايش فيه عشانك الحواس زي نوافذ زي الشبابيك بتجمع لي معلومات من خلالها هاي المعلومات بتخليني احس شوفي برا وعشانيك مهم جدا كل حاسي مثلا عشان اشوف البس القطة الحلوه هاي اللي صغيره اللي انا بحب كتير القطط والكلاب طبعنا كيف بده اشوفه بدون عينيي عشانك انا بشوف انا برا اذا انا ارى شو برا انا ارى سماء السماء ارى شوارع ارى حيوانات ارى ناس ارى كل شيء في البيئة حاسة النظر من الحواس المهمه جدا جدا يعني تخيلوا غمضوا عنيكو وحاولوا تطلعوا لذا من غمضيها تاكلنا نحن غمض عنينا شو شايف ولا شايف اشي فبس حتى صعب اعرف كيف اتصرف عندي الطيور عندن عيون واو 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 كتير كتير قويه مرات هذا الطير العالي 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 زي الصقر بيشوف من مئات لالاف الامطار سحلية صغيرة على الارض حاسة النظر عندن كتير كتير متطوري عندن الدباني او النموسي الحشرة كمان عندن انا عندي عين عندو الدباني في مليون عين صغيري يعني حاسة النظر مش اقوى شي عندي في عندي الحيوانات حواس اقوى مني زي ما قلتلكو الطائر والحشرة عندي كماس حاسة مهمة جدا ومرات بتحكي مع الماما بتسمع كيش او البابا اكيد تيتا سمعها خافة في اخر فترة بتلازم تحكي اكتر من مرة وتحكي اكتر من مرة انا بسمع انا بسمع موسيقى بسمع حكي الماما حكي البابا انا بتواصل مع اهلي عن طريق السماع بسمع شو بتقولي الماما بسمع شو بقولي البابا أنا بحكي كمان الماما بتسمعني وانا بسمع كمان البابا وعندي كلب صغير اسمه كوتشي في البيت دائما بعوي فانا بسمعه بسمعه لما ببكي بده يوكل بسمعه بدي اشرب ماي اذا انا كمان باعرف اتواصل مع كوتشي الكلب وانا بسمعه لما هو ينبح وانا بسمع لما الماما بتحكي معاي بتكون زعلاني اذا انا بسمع انا بتواصل مع البيئه تعرف عندي مين حاسد سمع اقوى شيء من الحيوانات كالب ممكن في كائنات بتطير بالليل وبتشوفش مش عنده عينين زي الوطوط حاسد السمع عنده واو كتير كتير متطوره او القرنب برفع مرات دنيه لفوق عشان يسمع احسن اذا عمليا في حيوانات بتسمع احسن منه في حيوانات سمعه كتير كتير رائع وحاسد السمع عاي بتخليه يتواصل مع البيئه بتخليني احكي مع الماما والبابا افهم انه يفهموني اعرف شو بحكوا معاي اسمع معلمتي افهم شو بتحكي معي وعمليا السمع الو دور كبير في حياتنا للتواصل واو يعني من انا اكل طب لما انا بدي اكل بتعرف شو اكل شو الطعمي لما انا باكل جليدة واو او ملبس باعرف شو كيف طعمتها طعمتها ذاكي طعمتها حلوي ولما باكل البيتزا او باكل ساندوش فلافل او باكل حمص او بريلي عمليا انا بتذوق وين انا بتذوق بجسمي بالذمه باللسانه لسانه فيه مقاط معينه بيخليني اتذوق الملح والحامض والحلو واللي بيحرق وعمليا بواسطة الزسانه انا بتذوق الاكل وعمليا يا محيوانات بواسطة لسانه كمان تذوق يعني كوتش الكلب الصغير اللي عندي دائما لسانه بحب وسطه يتذوق اشياء وبيوكل زي ما انا باوكل كمان عمليا لسانه بستمتع في الغداء وانا طبعا بطور رغبة غداء شو اكل من الطعمي مش دائما انتو اخوكو اختك بتحبو نفس الطعمي بتتذوقيوه طريقه مختلفه لسانكو هو اللي بيتذوق الغداء بتذوق الاكل وهاي الحاسة مهمة جدا بخليني اميز بين انواع الاكل بخليني اتعرف شو الفرق بين غداء وغداء بخليني استطعم انواع الغداء مثلا ليجلي ده حلوي الحامض اذا باكل حمص وبرش عليه وبعصر عليه حامض بحس الحموضه فيو وعمليا اذا انا برش ملح على الاكل كمان بحس طعمة الملح كل المواد هاي اللي بتعطيني امكانيه اتذوقه بتساعدني اتواصل اعرف شو اكل اعرف شو ارش وانا متأكد لما باكل الهريسة او البقلاوة او الاجنافة او القطايف بس طعم كتير السكر اللي فيها فلذلك انا بتدوق وبواسط انا بقدر اتعرف على البيئة وش ساي ما انتو شايفين بالصورة وعندي كمان حاسة كتير كتير مهمة اللي شوية احكيلكو عنا هي حاسة الشم انا بشم العطور بشم رائحة الازهار ده كل الازهار في الى رائحة هي عندها رائحة عشاني انا الانسان اشمها ولا عشان اشي تاني الزاهرة الى رائحة مش عشاني عشان تجذب الحشرات تيجي الحشرة لعندها لان الحشرة تيجي لعندها ممكن تنقلها اشي منها من الزاهرة لزاهرة تاني وهيكي بتجذب الحشرة والحشرات عندها حاسة شم متطورة جدا جدا يا ترى عند مين اكتر حاسة شم التطورة في بين الحيوانات هاد عنده فكرة مين احسن شي انا عندي اياه بالبيت عايش معاي صغير اسمه جوتي الكلب حاسة الشم عند الكلب من اكتر الكائنات الحي حساسي كل شي بشمه وبيشمه بعرف انفه عنده جوه طرق بعرف كل ريحه شوي بيقدر يميز رواقح ويشم رواقح اكتر مني انا بقدر اشم الدخان ريحة البصل ريحة العطر ريحة الطبيخ الكلب شو بشمش كل شي بشم بيقدر يشم كتير كتير اكتر مني حاسة الشم عنده متطور كتير وعلى حاسة الشم حتى بروفسور حسام حايق طور انف تكنولوجي على مبدأ حاسة الشم عند الكلب انتو بتشموا كمان ريحة الماما والماما من ريحة اوحيكو تقدر تميزكو في مره اخدوا خمس امهات غمضولهن عينيهن واعطوهن ملابس لولاد مختلفه وكل الامهات لما غمضولهن عينيهن شموا كل الاواعي وعرفوا تماما اواعي ولادهن يعني احنا كمان جسمنا بيعتريحة والماما والبابا والذات الماما ممكن تحسنا وتشم ريحتنا يعني هذا كمان ده التواصل بينك وبين الماما وانتو مرات بتمرخوا في منطقة معينة بتشموا رائحة كريهة فبتعرفوا بين المنطقة مثلا في منطقة حيفا في مفراتس في رائحة كريه فممكن هنا المنطقة دولة اللي نعرفها او في منطقة معينة اللي فيه ازهار دائما وبتعطي رائحة ازهار اه ممكن جدا اشمه واستمتع فيه اذا انا بقدر اشمه رائحه الكلاب بيستعملوها في جهازه البوليس بيستعملوا الكلب رائحة مواد خطري متفجرات او مواد سامي زي المخدرات والكلب بقدر يجي يفتش بواسطة رائحة رائحة اللي عنده يعرف اذا فيه سموم اذا فيه متفجرات انا مش زي الكلب من ناحية حاست الشم ولكن انا صعب اعيش بدون حاست الشم حاست الشم كتير مهمه بتخليني اشم البيئة السب الربيع واو لما بطلع بره بستنشق الهواء بشم الرائحه هذا بعملني كتير كتير سعيد وهذا مهم جدا لنا مش بس انا بشم انا كمان بحس وبحس بواسطة جلدي طلعوا البنت الصغير اللي عابط الماما وحسيته كمان بحس ما بحلقولي شعري بغسلولي اياه انا بحس ما بلعب بالاصابع بلعب البنانير انا كشاب او كصبيه او بدخ بالبيانو بحس ايديه وطبعا اكتر شي بحسه بحسه بكيف كتير كتير عليه هو عابطة الماما والبابا وهي كتير كتير مهمه اذا انا قلنا منشوف ومنحس ومنسمع ومنشم وهذا مهم جدا جدا عشان اطور دماغي بدي تعرفوا دماغنا عشان انطوروا بدي نستعمل الحواس كلها كل ما استعملت الحواس اكتر فعلت اكتر يعني طلعت عالطبيعه اكتر استعملت كل الحواس دماغي بتطور اكتر واقولكوا ليش احنا دماغنا صغير بس خمسة وعشرين في الميه يعني من كل عشرة شكل حوالي تقريبا اثنين ونص شاكل انا بدفع على دماغي دماغي بكلفني وهذا العضو كتير كتير مهم انه اطوره والسعب يتطور بدون ما استعمل الحواس عشانك عشان اعرف اقرأ واتعلم وافهم لازم اعرف اشوف اعرف اسمع وعشانيك دماغي تطوره متعلق باستعمال الحواس كل ما استعملت الحواس اكتر كل ما دماغي تطور اكتر اش يعني استعملتو اكتر تطور اكتر ده بسطلكو اياها حتا انتو ولاد بصف الاول مش قلتلكو انتو زي العلماء زي بتفكروا هيك كبير طلعوا دماغنا شايفين فيه ارقام واحد اثنين ثلاثة اربع لما انا بحس او بسمع او بشم بدماغي بصير ابني شوارع ابني اربطة تماما زي الشوارع انتو بتبنوا لانكو صغار ماكو كتير كتير مرن زي الاسفنجي بتقدروا تبنوا كتير ارقام كتير اللي بحب الحساب ستين الف شارع بتبنوا بالدقيقه يعني دماغكو بقدر يبني كتير كتير اربطة وكل ما كان بدماغي في كتير اربطة انا بقدر كتير افكر احسن هلا كل شارع بقدر ابني منه يبني علاقه مع شوارع تاني كل شارع بقدر يبني بدماغي مع كمان عشر تلاف شارع من الجيران يعني انا بقدر ابني اربطة بدماغي والابني هاي بتكون مرتبه اذا استعملت الحواس كتير ببني اربطة كتير بدماغي الشوارع كتير وانتو موجودين في اهم مرحله بحياتنا انا اليوم باحت في الدماغ وبعرفه عشانك حبيت تعكيلكو انتو بصف الاول والتاني والتالت زي ما بابنو البيت اهمشي في البيت شو بنا نبني؟ القاعدة انتو باهم مرحله بحياتكو بتبنو قاعدة وسيعة 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 بس بتخضروش تبنيوه دا مستعملناش الحواس عشانك بنا نستعمل كل الحواس عشان نبني قاعدة كبير 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 وعالقاعدة هاي بغضر ابني اكبر بيت عشانيك انتو في مرحله اللي بتهنتسو كيف دماغ كوين بنا وعشانيك الحواس مهمه لانو اذا انا استعملت الحواس طورت الحواس فعلت الحواس يعني النظر والسماء والذوق واللمس اذا دايما انا بحس البيئة بستقبل البيئة بقدر اشغل دماغي كل ما كان عندي تفعيل اكتر الحواس كل ما دماغي فتح شوارع اكتر واذا كان عندي شوارع كتير فعندي قاعدة كتير كتير كبيرة ورائعة واذا القاعدة كبيرة دماغي ومتيني دماغي بقدر يفكر دماغي عنده كتير قدرات ساعتها باللغة بالحساب بالعلوم وكمان نفسيتي بتكون كتير كتير سعيدة عشانك لازم اطلع الطبيعة ومش دايما بس اكون حد الكمبيوتر او التلفزيون اذا بطلع الطبيعة بستنشخ في الطبيعة بشوف الطبيعة بسمع العصفير بصغل العصفير بصغل اصوات الطبيعة وبتدوق بالذات الاكل العربي الزاكي الصحي انا بطور دماغي وتطوير الدماغ بتملي انه اكون انسان انساني ذكي او ذكيه شاطر ودماغه متطور لانه تطوره متعلق بها الحواس متعلق كيف اجمع معلومات من البيئه متعلق انه كل الشي بجمع من البيئه بفعل دماغي بشغل دماغي فما تتساهلوا بالحواس اللي عنكو النظر والشام واللمس والذوق عمليا والنظر كليات باثروا على قدراتي وعشانيك مع الماما والبابا ممكن انكمل ونتواصل اكتر اتعرف اكتر الحواس نقول للماما والبابا ساعدونا نفوت على الافاق هلوه موقع اللي بخلاله ممكن افتش غاد عن الحواس فعاليه حلوي مش مهم اي حاسه او مع الماما والبابا افتش عن مواقع يقروه لقصص يقروه لاشياء انكتبت عن الحواس وأنا بدأ اقولكو اذا بتقدر تستكشفه مين الحيوان اللي عنده بكل واحد من الحواس اكتر شي متطوره ممكن تكون رائع على الفعاليه مين الحيوان يلي بيشوف احسن من الحيوان البيسمع احسن شيء من الحيوان البيشم احسن شيء ومن الحيوان اللي بتدوق احسن شيء كل الحواس هاي موجودة عند الحيوانات وعندي عشان تخدمنا عشان نتواصل مع البيئة عساس اخدر احس البيئة افهم البيئة ولما واحد بفقد واحد من الحواس كتير كتير صعب التواصل عشانك الاطفال العميان صعب يتواصلوا بيفقدوا كتير شغلات واللي عنده مشكله بالسمع زي الاطرش كمان صعب كتير كتير يتواصل ولازم نحن ونساعدهن لانهن اخوتنا بس انا اذا بتطور الحواسل عندي بدي استعمله اكتر استعملت اكتر معناته طورت دماغي اكتر يعني صرت ذكي اكتر يعني صرت نفسيتي اكتر سعيدي وعشانك بدي اشكركوا على هذا اللقاء وتطلبوا من الماما والبابا انه قدي في امكانيه نشغل حواسنا كل مره اشغل حاسي اتمعا في اكتر اشغلها اكتر لانه هيك انا بطور دماغي احسن بدي اشكركم على هذا اللقاء بتأمل قدرت اسعدكم تعرفوا اهمية الحواس ودورها في حياتنا شكرا كتير كتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا